التقى الفريق اول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة الغربية العسكرية وذلك بحضور الفريق احمد خليفة رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والذي يأتي في اطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة بدأ اللقاء بكلمة اللواء اركان حرب هاني مسعد شبانة قائد المنطقة الغربية العسكرية قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها اللامحدود لمقاتل المنطقة الغربية العسكرية مؤكدا ان رجال المنطقة دائما في اعلى درجات الكفاءة والجاهزية القتالية مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل اليهم بالتعاون مع الافرع الرئيسية للقوات المسلحة والقى الفريق اول عبد المجيد سقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للحضور مؤكدا ان امن مصر وسلامتها يكمن في الحفاظ على قواتها المسلحة قوية قادرة على مجابهة كافة المخاطر والتحديات مشددا على ان الجيش المصري جيش قوي ورشيد مهمته الاساسية الدفاع عن حدود الدولة المصرية وحماية مقدرات شعبها العظيم والحفاظ على الامن والاستقرار للنهوض بالدولة المصرية مشيرا الى ان افراد القوات المسلحة هم نتاج خيرة شباب هذا الوطن الذين تم اختيارهم وفق محددات وضوابط عديدة تحقق الوصول لافضل العناصر لنيل شرف خدمة الوطن مضيفا ان من المهام الاساسية للقوات المسلحة التدريب الجاد والواقعي للوصول بمستوى الاحترافية لتنفيذ اي مهمة تسند اليها تحت مختلف الظروف واشاد القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الغربية العسكرية وما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهامهم وحماية بوابة مصر الغربية ضد اعمال التهريب والتسلل عبر الحدود بالاضافة الى اي عدائيات في ظل التهديدات التي تمر بها المنطقة وطالبهم باليقظة الدائمة والحفاظ على الاسلحة والمعدات لفرض السيطرة الامنية الكاملة على حدودنا الغربية وفي سياق متصل قام الفريق اول عبد المجيد سخر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق احمد خليفة رئيس اركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية جوا لعدد من نقاط التأمين الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة اليها